عاوزة بسكر حاجة كنا تمرين الصبحية وكان هيدوكوتي جابنا الساعة تمانية الصبحية كان قبل ماتش أهلي وزمالك تقريبا وبنلعب انت بتلعب في الحتة بتاعتك ديت هاف رايت وانا وينجي رايت وصفت كان بلعب في الوسطى اللي يرحمه وطهر الشيخ بدل ما انت تطلع تكمل على برة لأ كان بيحاول طلع فين طلع طهر الشيخ على برة وانا خش على جوه فطهر كان جاي نايم فانا بطلع بخش على جوه وطلع على برة امواخدني ويعن على الارض جلطت من هنا ومن هنا تعورت ومن هنا تعورت فبيقول لي اصحى عبد يقول لي اصحى عبد طهر يقول لي اصحى عبد طلع اصحى طلع خواجة مش كده على فاكرة الخواجة اتعلم مني ومنك الوفردام طبعا ليه لانه هو صادف في التمرين لان انا لعبت وين جريت فانا عارف انت بتعمل ايه حافظ الحتة دي اه فانت تخش جوه او روح نطلع برة لما انت تخش جوه فانت بتسحب الباكت معك المنطقة بتفضل فانا بطلع لبرة تتلعب لي تبقى فري مساحة فاضية فعمل الاوفر بتعمل خطورة فالخواجة قال استوب 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 ايوا اعملوا دي تاني فعملناها تاني فبقى التمرين خلاص خلاص يعني بقى كاملها من جنب التاني مع مختار اه بقى نحية التاني بقت مختار برضه بعملها هناك عشان كده احنا كنا بنخش التمنتاشر كتير ليه لانه كان في حلول كتير ايوا الخطيب ممسوك فيه مصطفى عبدو مصطفى عبدو ممسوك فيه محصل يخش فيه طهر يخش في المكان عشان كده كده كنت انا دايما قنور للخطيب حتى لما بيكون تعبان او متعور لازم تلعب ايوا لازم تلعب انا اقولي شو اجيلك كورة فليلف رجله ورجله انكل وارم يلفه وينزل اقولوا انت هتتحرك هتسحب لنا اتنين انا هخش طهر يخش صفوت كمان راحو كان بيكمل كواس اوي كمان لو قدام مين صفوت صفوت ومختار ومختار وكان يفوت جمال عبدالعظيم فكان عندنا حلول حلول كدير كان في زيزو كل الحلول كانت موجودة الفردية والجامعية نعم في فريق تلاقي ايه بلعب كورة جامعية لكن لما يتلاعب عليه طريقة دفاعية مان تومان ما تلاقيش في حلول لانه ما فيش مهارات فرضية بتشتغل او بتديق المساحات دي كانت بتديقنا احيانا اكيد عشان كده كنا بنعمل مساحات لنا كبيرة كنت اقولك انا مثلا هعمل نفسه اصقب وانا هسيبك انت اكامل بقى الكلام باك هنا تقولي عبدو انزل اقول لك مصطفى كنت بقولك ايه سعادة اقولك مصطفى عزين نعرف الكواليتي بتاع الزهير ده يعني فاهم ولا مش فاهم قوي سريع قلنا نكتبره في الاول لما بداية المطش تجيل الكورة انزل في نص الملعب لو نزل معاك يبقى هو ده اللي احنا عايزينه يبقى المساحة هتاخد السرور بس انت خش بقى سبق معا انت حرك كنت انت بتعمل بخطوتين بتديبه وراء باربعة متر بالزبط كده فبنبدل شغالين على السيستم ده لو الزهير زكي ما جاش معاك بنبدأ بقى نستنى لقى نلعبها وانتو او نعملها وقوة نغير طريقنا على فكرة والله العظيم مش عشان حاجة الحمد لله رب العالمين ده كان زكاء فطري مننا انا وانت كنا بنعرف نقيس قد ايه الباك ده والسيرد باك اللي هيلعب ازاي يمنع سروباس بدأنا نجر نلعب عن او كابتو محسن وانتهات 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 لحد ما نروح حسسنا خلاص انا نهارده كده اننا تعبان بعد كده اقول له العبلي التلات اربع كور طوال لما لكش دعوة تلات اربع كور طوال توص الباك بعمل كده انا مش حايز انا مش عارف يعني في السياق الحديث في سؤال عن مباراة لنا في قطر ولا لا اه لا فيها دي هقولها فحأجل الكلام اه لا انا بس انا هنا لما بنتكلم على السنائيات يعني كان فيه زيزو بيبو وكان فيه كابتن شازلي الله يرحمه كابتن صفريان وكان فيه حسن شحاتل طه بصري او فاروق جعفر في كل نادي من الاندية كنت تلاقي سنائيات لاثنين لدرجة انها جيت في مرة انا طبعا انا ومحسن بدون الالقاب طبعا عفوا حفظنا بعض في التمرين يعني حفظ هو عايز ايه وانا عايز ايه بنوصل احيانا من نص الملعب لحد الخطة التمنتاشر في لعبة واحدة لان خلاص حفظنا فمرة الكابتن محسن جاي فبيقول لي ايه يا عبدو طوله ايه يا عمى محسن انا مسميه هو بقى طلع اسم قال لي عايزين ان يبقى لينا اسم فيه سنائيات يعني فيه مصطفى رياض والشازلي فيه بيبو وزيدو يبقى فيه سو وميدو علي تروا تصدق وتان بالله لان لو قلنا الاسمين دولنا هناخد ضرب وما شفناه وش في مطلع لا انا هقولك حاجة عالصنائيات اه انا شخصيا بقول اخطر صنائيات كانت موجودة هو رضا وشاهدة يا سلام يا سلام اه طبعا تاني سنائيات كانت مصطفى عبد ومحسن صلح ليه لانه معلش زيزو كان لعبه فردي الخطيب كان لعبه على الجول ما كانش فيه السنائيات الوضحة اللي زي بيني وبينك نعم فمصطفى رياض والشازلي كانت سنائيات برضو كانت موجودة وكيدا في الوانتوهات وانتو كان فيه تنوع كان مصطفى عبدو ده يعني مصطفى رياض له اسلوبه كان الشازلي يعني الشازلي كان يحب التصويب احدا من نص المنعب نعم اول قرار بياخده الشازلي هو التصويب انتصال الله قدامه وبمشايد اه لكن السنائيات اللي هي طولت في المنعب وظهرت يعني كنت انا وانت وانت كنا فاهمين بعض يعني لدرجة انه يعني ممكن وانا باصص في الجهة الله صحفظنا بعد انا في التمرين في التمرين كنا حاسين احنا عاوزين نعمل اينا وانتو وفاعدان فيه حاجة يا مصطفى عم دلوقتي فيه موضة اللي هو تيكي تاكا تحضير تحضير لا 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 تحضير وكرة تخش يمين ترجع للباك ترجع للسوبر ترجع للونج وترجع تاني ورا شيء ممل ويقولك استحواز طب استحواز ايه ما فيه نفعلية على يعني انا شخصيا استحوز بهدف طبعا وما تطولش ما تقعدش يتكرر وما يكونش الاستحواز سلبي في نص ملعبك يعني كل ده ملوش نتيجة عايز تعمل استحواز وانت فريق قوي اعمل استحواز زي مثلا من سيتي نعم يبقى في نص ملعبك انت وانا ضغطك في نص ملعبك وعمل استحواز وعمل اختراقات لازم يكون فيه جرأة في اتخاذ الخرارات الاستحواز السلبي لا احنا كنا يا مصطفى والجمهور القديم مع عشر من كانت اكرامي او ثابت اللي عبدالباي لمحصن صالح لمصطفى اوفر لخطيب جول خلصنا الماتش خلص خلاص يعني مش محتاجين نعمل كل مأمل رجل لان احنا كمان كنا عادينا استمتع وعملين حساب الجمهور ده بش عادينا رواح زعلان